تبدو تعز خلاصة مكثفة للمأساة اليمنية وهي التي تعيش بين مطرقة مقاتلة التحارف العربي وسندان ميليشيا الحوثي التي تكثف قصفها على تجمعات المدنية والأحياء المستحمة بالسكان ويخلف القصف ضحايا نساء وأطفال غارة جديدة لمقاتلة التحارف العربي في دمنة خدير جنوب الشرقية المدينة قتلت ثلاثة مدنين بينهم طفلة وهي الغارة الثانية التي استهدفت مدنين في تعز خلال يوم واحد أسرة صادق الحاج في مديرة الصلو أسرة مكونة من ثلاثة عشر مدنيا قتلوا جميعهم بغارة جوية لمقاتلة التحارف العربي يوم أمس الاثنين في حالة يبدو فيها قصف المدينة عملا ممنهجا يخلف كل يوم ضحايا لا صوت للشرعية إزاء الجرائم التي تتم بحق المدنيين لا إدانة ولا بيانة ولا توضيح باستثناء الدعوات التي توجهه زارة حقوق الإنسان بين فترة وأخرى للتحقيق في الجرائم التي طال المدنيين وجهود اللجنة الوطنية التي لا تزال حبرا على ورق في الجانب العسكري بتاعز لا تزال مواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الإنقلاب مستمرة في جبهة متفرقة في ظل تصريحات لقيادة عسكرية في الجيش الوطني تؤكد أن قصور التحالف العربي في دعم معركة تعز يخلف ضحايا جراء غياب الإمدادات اللافت في الأمر هو توقف الحديث عن معركة التحرير منذ إعلان المحافظ الجديد انطلاقت المعركة وما صاحب ذلك الإعلان من غطاء إعلاميا وسياسيا واسع لكن تلك الانطلاقة انطفأت فجأة كما لو أنها شمعة مؤقتة في كعكة لعيد ميلاد بين الواقع الإنساني والواقع العسكري تعيش تعز جرح الزمان والمكان كجغرافية خارج حسابات الأطماع اللاهثة وراء الحدود وككتلة سكانية حيوية يراد لها أن تفقد حيويتها وتعيش منكسرة ومكمشة ومحاصرة اشتركوا في القناة